ببطارية 6000 ميلي أمبيل للساعة وسعر منافس جدا بيبتدي من 200 دولار سامسونج رجعت بأيقونة مميزة جدا منافسة لفئة الأجهزة المتوسطة إلى الرخيصة نسبيا خلالنا نستعرض أهم مواصفاته مميزاته وعيوبه وتفاصيله تابعوني لآخر الفيديو دي المواضيع اللي هنتكلم عليها في الفيديو بنفس الترتيب ده أول حاجة نتكلم عن أسعار الجهاز للفئات المختلفة بالعملات المختلفة وبعدين هنفتح قريبة الجهاز ونستعرض محتوياتها ونتكلم عن تصميم الجهاز وشكله وبعدين المواصفات المميزة في الجهاز اللي ميزته عن غيره ونتكلم عن الكاميرات والعيوب أو الملاحظات اللي أنا شايف على الجهاز من وجهة نظري وآخر حاجة نتكلم عن تفاصيل تفاصيل مواصفات الجهاز أول حاجة نبتدي بالأسعار الجهاز جاي بفئتين مختلفتين نفس المواصفات بالضبط ولكن الفرق الوحيد بينهم فقط هو المساحة الفئة الاقل بستة جيجا رامويل 64 جيجا للمساحة بـ 220 دولار او 800 ريال سعودي او قطري او درهم اماراتي او 3500 جنيه مصري او 260 الف دينار عراقي والفئة الاعلى بستة جيجا رامو 128 جيجا للمساحة بـ 245 دولار او 900 ريال سعودي او قطري او درهم اماراتي او 3800 جنيه مصري او 290 الف دينار عراقي الثاني حاجة نتكلم عليها هي علبة الجهاز ومحتويات العلبة علبة الجهاز بنفسها مكتوب عليها المواصفات الأساسية جدا للجهاز زي الكاميرا الكبيرة 64 ميجا بيكسل والبطارية 6000 ميلي أمبيل الساعة والشاشة السوبر أموليد وبعض المواصفات الأساسية للجهاز ده الإصدار الأقل 64 جيجا للمساحة على وجهة العلبة البوكس الصغير اللي فيه الكتابات الأساسية للجهاز زي الكويك جايد واليوزر مانويل وكمان البن اللي بتطلق مدخل السيم كارد وكمان بيجي في العلبة ملفق إيه الكابل الشحن بطرف من نوع يو اس بي تايب سي وطرف من نوع اليو اس بي التقليدي والشحن اللي بقدرة 15 واط وطبعا الجهاز بشكله الفخم على وجهة العلبة وما فيش للأسف فيه محتويات العلبة ولا سماعة الرأس ولا كفار سيليكون موجودين في محتويات العلبة شكل الجهاز فخم جدا من الخلف 3 كاميرات والفلاش للكاميرات وبصمة الإصبع كمان خلف الجهاز مباشرة من الأعلى المايكروفون الإضافي بتاع الاكتف نويس كانسلر أو النويس كانسليشن أو مانع الضوضاء من الجانب الأيصر مدخل السيم كارد هنستعرض شكل السيم كارد زي من الداخل من الأسفل سماعة السبيكر الأساسية والمايكروفون الأساسي ومدخل الشحن من نوع اليو اس بي تايب سي ومدخل ثري بوينت فايف ميلي جات للسماعات التقليدية حلو قوي إنه موجود في الجهاز ده لأنه ما بقاش موجود حتى في الأجهزة الغالية من الجانب الأيمن الأزرار اللي بتعليه تخفض الصوت وزرار البوار الأساسي وهو ده شكل الجهاز الشاشة بتغطي وجهة الجهاز بالكامل مسطحة مش منحنية الأطراف كامرة السيلفي في أعلى المنتصف على شكل قطرة المياه مش بتحجب حاجة من الرؤية في الشاشة ده شكل مدخل السيم كارد بيدعم شريحتين سيم كارد بالإضافة لكرت ذاكرة إضافي فتقدر تشغل التلاتة مع بعض نادر قوي لما تلاقي الإمكانية دي موجودة في جهاز الجزء الرابع في الفيديو هي المواصفات المميزة في الجهاز اللي ميزته عن غيره وأكتر حاجة مميزة هي شاشة الجهاز اللي من نوع السوبر أموليد بمساحة 6.4 إنش وبكسافة بيكسل 403 بيكسل بير إنش بمعنى أنه مساحة الشاشة كبيرة نسبيا وغنية بالألوان لدرجة كبيرة ده بيخليك تقدر تشوف فيديو ولو كمان تحب تلعب جيمز على الجهاز بتكون الشاشة مناسبة لي الحاجة التانية المميزة في الجهاز هي بصمة الوجه أو الفيس اي دي اللي بيخلي الجهاز يقدر يفتح اللوك عن طريق بصمة الوجه اعتمادا على كامرة السيلفي طبعا دي مش أمنة لدرجة كبيرة الأمان أوي هي بصمة الإصبع اللي موجودة خلف الجهاز ولكن الأوبشن ده موجود ولكن هو مش أمان لأنه بيعتمد على ألجوريثم أو خوارزمية أو كود زاكي علشان يقدر يتعرف على وجهك من خلال صورة فقط صورة مسطحة من الصورة مجسمة وبالتالي يعني ما تستعملوش قوي إذا كنت تهتم بالسيكوريتي والأمان في جهازك ولكن عموما الفيس اي دي أوبشن موجود في الجهاز ده اعتمادا على كامرة السيلفي طبعا البصمة اللي موجودة خلف الجهاز حساسة جدا وأداءها عالي جدا وسيكيور لدرجة كبيرة جدا تلات حاجة مميزة هي معالج الجهاز اللي من نوع اجزينوس 9611 احنا نتكلم عن تفاصيل المعالج في الجزء الأخير من الفيديو اللي هو الخاص بتفاصيل التفاصيل ولكن المعالج بيخليك تقدر تشغل حتى الجيمز اتقيلة على الجهاز وتحس قديه انه الجرافق قوي ومش هيكون فيه مشاكل فيه تشغيل الجيمز اتقيلة على الجهاز الآخر حاجة في المنصفاته المميزة هي بطارية الجهاز العملاقة جدا 6000 ميلي أمبير للساعة يعني اعتقد انها ممكن تستمر معاك يوم بالكامل حتى الاجهزة الغالية قوي زي النوت 20 ألترا البطارية بتاعته 4500 ميلي أمبير للساعة فانت بتشتري الجهاز بفائة السعر دي وبطارية 6000 ميلي أمبير للساعة رقم ضخم جدا بالنسبة لجهاز بفائة السعر دي خمس حاجة في الفيديو هي كاميرات الجهاز المختلفة اللي فيه خلف الجهاز الجهاز فيه تلات كاميرات في الخلف هنتكلم عن تفاصيلهم بالضبط في الجزء الأخير من الفيديو اللي هو بتاع تفاصيل التفاصيل وهنشرح الأرقام بزبط بتاعت فتحة العدسة وغيره ولكن اللي هي منها دلوقتي انه التلات كاميرات واحدة 64 ميجا بيكسل دي الكاميرا الأساسية وكاميرا ألترا وايد بتلتقط صور عريضة 8 ميجا بيكسل وكاميرا بالديبث سنسور بخمسة ميجا بيكسل وكاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل وهنستعرض صور لأداء الكاميرات علشان نشوف الناتج بتاع الكاميرات ولكن التفاصيل بتاعت الكاميرات هنتكلم عليها في الخلف دي صور حقيقية ملتقطة بكاميرات الجهاز المختلفة تلاحظت دي الألوان فيها أغنية والكاميرا كمان بتقدر تميز ما بين الأماكن اللي فيها الإضاءة المتوهجة والإضاءة الخافتة حتى في ظروف الإضاءة المختلفة صور ممتازة جدا بالنسبة للجهاز بفئة السعر دي كمان بالنسبة ليه تصوير الفيديو فلو دخلنا على إعدادات الجهاز هتلاقي انه بيقدر يصور لحد دقة ألترا HD فدي حاجة ممتازة جدا السادس حاجة نتكلم عن العيوب أو الملاحظات اللي أنا شايفها في الجهاز من وجهة نظري وأول حاجة إنه علبة الجهاز مفيش فيها ولا سماعات الرأس ولا كفر حماية للجهاز طبعا ده لإنه جهاز من فئة السعر المنخفضة شوية فيعني بيقللوا التكلفة في الإنتاج تاني حاجة إنه الجهاز مفيش معيار إنه ضد الماء والغبار مفيش IB6T8 أو غيره طبعا برضو مقدرين إنه الجهاز بفئة السعر دي ونادر قوي لما تلاقي جهاز بفئة السعر دي ضد الماء والغبار آخر ملاحظة إنه الشاحن المرفق في العلبة شاحن بقدرة 15 واط يعني هم أصلا سامسونج بينتجوا شواحن بقدرة 25 واط فمش عارف ليه محطوش شاحن سريع في العلبة أو إنه يخلوا الجهاز يقدر يشحن أسرع من كده خصوصا إنه البطارية كبيرة وكان من الطبيعي إنه يكون البطارية بتشحن أسرع من كده ده الجزء الأخير في الفيديو اللي فيه هنتكلم عن تفاصيل التفاصيل اسم الجهاز أو رقم الموديل هو SMF425F والإصدار اللي هندي هيجي برمز DS الجهاز بيدعم شبكات Global System for Mobile شبكات الجيل الثاني والHigh Speed Protocol for Access شبكات الجيل الثالث والLong Term Evaluation شبكات الجيل الرابع ومش بيدعم شبكات الجيل الخانس الجهاز موجود فيه الأسواق ابتداء من أكتوبر 2020 وزن الجهاز هو بالزبط الوزن المتوسط حوالي 190 جرام أنا بقول دائماً أن الوزن المتوسط هو 180 جرام يعني كويس مش هتحس إنه أتقل من الطبيعي زي ما عرضنا إنه الجهاز بيدعم شريحتين سيم كارد زي ما عرضنا مدخل السيم كارد شاشة الجهاز من نوع Super AMOLED من الشاشات الجيدة جداً بتدعم الإضاءة لحد 420 نتس الرقم ده قليل شوية فما تتوقعش إنه الشاشة الجهاز هتكون مضيقة لدرجة كبيرة هتكون عادية شاشة الجهاز بمساحة 6.4 إنش بكسافة بيكسل 400 بيكسل بير إنش علشان تبقى فاهم إيه الرقم ده فالأرقام اللي موجودة في السوق للأجهزة الجام ده قوي هي 530 بيكسل بير إنش والأجهزة الرخيصة قوي بتبقى 290 بيكسل بير إنش فالرقم ده رقم أعلى كمان من المتوسط أو متوسط الجهاز جاي بأندرويد الإصدار 10 بواجهة Samsung One User Interface الإصدار 2.1 الجهاز بيجي بمعالج Exynos 9611 معالج جيد جدا مبني بمعمارية 10 نانوميتر يعني إيه 10 نانوميتر الرقم ده كل ما بيقل معناها إنه استهلاك المعالج من البطارية أقل وبالتالي المعالج أفضل الأرقام اللي موجودة في السوق من معمارية المعالج هي 14 نانوميتر ده أسوأ حاجة و10 نانوميتر هو ده المتوسط وأقل حاجة هي 7 نانوميتر ده الأجهزة الغالية جدا الرقم ده في الآخر يدي انطباع إنه معالج الجهاز مش بيستهرج بطارية كتير نسبيا وبالتالي الجهاز معفل للبطارية بدرجة كبيرة معالج الجهاز كمان جاي الثماني الأنواية منهم أربع أنواية بسرعة 2.3 جيجاهرتز و أربع أنواية بسرعة 1.7 جيجاهرتز وكمان جاي بمعالج الرسومات من نوع الجي 72 وهو جايد جدا ومناسب حتى للألعاب التقيلة الجهاز بيدعم كارت الذاكرة الإضافي من نوع الميكرو اس دي اكس سي بمدخل مستقل وبييجي زي ما قلنا بمساحتين بـ 64 جيجا رام وعرفون 64 جيجا للمساحة و 6 جيجا رام أو 128 جيجا للمساحة و 6 جيجا رام جاي كمان بتقنية UFS الإصدار 2.1 دي التقنية اللي بتخلي سرعة نقل الملفات من وإلى الموبايل سريعة جدا فلو بتنقل الملفات من الكمبيوتر للموبايل أو من الموبايل لنفسه من مكان لآخر هتلاقي أنه سرعة نقل الملفات يعني جيدة لأنه التقنية دي وصل فيها التطوير للإصدار 3.0 وكمان 3.1 يعني الإصدار 2.1 ده إصدار متوسط كاميرات الجهاز التلاتة في الخلف الجهاز جاي بكاميرا أساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 1.8 يعني إيه فتحة عدسة F على 1.8؟ الرقم ده اتكلمنا عنه في كل الفيديوهات اللي فاتت هو كسق بمعنى أنه هو بسط ومقام فالعدد اللي تحت ده كل ما بيقل معناها أنه القيمة الكلية للعدد بتزيد وبالتالي فتحة العدسة أكبر وبالتالي الصورة أوضح فالعدد اللي تحت ده كل ما بيقل معناها أنه الكاميرا أحسن الفتحة العدسة أكبر والصورة أوضح اقل فتحة عدسة شفتها هي F على 1.5 فF على 1.8 ده رقم جيد جدا جدا نرجع لموضوعنا فتحة العدسة F على 1.8 بقدرة 64 ميجا بيكسل الكاميرا التانية كاميرا 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F على 2.2 ودي كاميرا ألترا ويد يعني بتلتقط الصور العريضة اللي هي اسمها X نص اللي هي صور البانوراما وغيره الكاميرا التالتة كاميرا 5 ميجا بيكسل بتعتمد على Depth Sensor ده هو اللي بيعمل Portrait Mode أو اللي بيخلي الخلفية ضبابية أو اللي بيعزل الخلفية الكاميرا بتدعم طبعا وضع البانوراما زي ما قلنا اعتمادا على الكاميرا دي وفيها وضع HDR ده اللي بيخلي اللي بيوازن توهج الإضاءة لو فيه أماكن في الصورة فيها أماكن متوهجة وإضاءة خافتة الفيديو بتصور لحد 4K ب30 إطار في الثانية وفيه وضع التثبيت الإلكتروني للصورة كاميرا السيلفي 32 ميجا بيكسل بفتحة حدثة F على 2.0 وكمان فيها تصوير 4K ب30 إطار في الثانية الجهاز فيه لود سبيكر دي حاجة حلوة أوي وفيه مدخل 3.5 ميلي جاك مدخل السماعات التقليدية حلوة أوي وجود المدخل داخل الجهاز لأنه حتى الأجهزة الغالية أوي مش موجود فيها للأسف فكويس أنه موجود هنا الواي فاي في الجهاز بيطعم الأوضاع المختلفة زي الـ دول باند واي فاي اللي هو الـ 2.4 والخمسة وفيه كمان الـ واي فاي زي الاتصال المباشر بالأجهزة اللي حواليك زي الطبعات والاسكانرز وغيره وفيه كمان الغوتس بوت علشان تشارك باقت الانترنت من موبايلك البلتوث في الجهاز هو الإصدار الخامس وهو الأفضل على الإطلاق والجي بي اس في الأوضاع المختلفة زي الاسيست جي بي اس أو الجي بي اس المساعد اللي بيخلي سرعة التقاط الأمار سنيعة جدا لما تكون ليسا فاتح الجي بي اس فمش بتستنى لحد ما يحمل مجرد ما تفتح الخلايط تلاقيه لائط إشارة الجهاز جاي بمدخل USB Type-C ومش متأكد إذا كان فيه راديو اف ام ولا لأ بالنسبة لي المستشارات أو الحسسات أو السنسوس اللي موجودة في الجهاز فأول حاجة طبعا هي بصمة الإصبع اللي موجودة خلف الجهاز والأكسليروميتر ده المسؤول عن وضع التدوير التلقائي للشاشة وضع التدوير التلقائي للشاشة والجايرو أو الجايروسكوب ده اللي بيعرف أصلا وضع الجهاز إذا كان أفقي أو رأسي أو مائل والبروكسيمتي أو البروكسيمتي سنسور ده اللي بيكون جنب كاملة السيلفي اللي بيعفر شاشة الجهاز لما تكون بتتكلم المكالمة علشان خدك ما رتطمش بالشاشة وتدوس على حاجات وانت مش واخد بالك أثناء المكالمة واخر حاجة هي الكمبس أو البصلة بطارية الجهاز الضخمة جدا 6000 ميلي أمبيل للساعة بطارية كبيرة وعملاقة بدشحن بقدرة 15 واط وانت تمنى الرقم ده يبقى أفضل من كده كتير دي كل حاجة ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمله لايك وشير اعجاب ومشاركة وما تنساش تعمل سبسكرايب أو اشتراك في قناتي تفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وشوفه فيديو جديد ان شاء الله